كما قالت الدكتورة عالية الدهلوي عضو مجلس الشورى إن الخطاب السنوي لخادم الحرمي الشريفين في مجلس الشورى يضع الخطط والاستراتيجيات التي يحتاجها الوطن الحقيقة الخطاب السنوي يذكرني بالخطاب السنوي للعام الماضي اللي كنت أول خطاب أحضره بما أني عضوة مجلس الشورى في الدورة السابعة الحالية كان فعلا داعم لنا وكان خطاب يعني وضح السياسات اللي حقيقة شفنا كثير منها تحققت خلال العام هذا المأمول بإذن الله من الخطاب الجديد إن احنا نحصل على خطط استراتيجية وطموحات تتحقق في جميع الأصعدة وجميع المجالات وخاصة في مجال المرأة